قمم الثلاث تصضيفها السعودية تندرج في سياق التحركات العربية التي تسعى من خلالها الرياض إلى إعادة ضبط الإيقاع السياسي في المنطقة وفقاً لحجم التهديدات التي تجاوزت الكثير من خطوط المنطقة الحمراء القمم الثلاث التي ستعقد في مكة يعكس عقدها حجم التحديات يعكس عقادها حجم التحديات في المنطقة تكتسب أهمية استثنائية بالنسبة لتوقيتها وسط تطورات ساخنة في المنطقة لأسيما بعد أن تأكد بما لا يدعو مجال للشك أن إيران ليست في وارد التعقل بعد أن رمت بكل الأوراق السياسية خارج حسابات دول المنطقة إيران التي أكد المراقبون أنها تريد أن تهيمن أكثر على المنطقة عبر استخدام أدواتها بالوكالة كميليشيات الحجد والحوثيين وغيرها بعد فقدانها القدرة على التحكم في التطورات في المنطقة اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث قالت أنه ينتظر مشاركة أكثر من 57 رئيس الدولة في هذه القمة وذلك للتصدي للاستبزازات الإيرانية وما تحمله من مخاطر مباشرة وأخرى عبر أدوات وظيفية مسلحة فأصبحت تهدد أسس وأركان أمن المنطقة كما جرى في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة ومهاجمة خطوط النفط في السعودية دول المنطقة لا سيما الخليجية منها تعتقد أن إيران تستهدف أمنها عبر طروحات تصدير الثورة التي رفعها الخمينة عام 79 وتشكيل الميليشيات الطائفية في العراق واليمن وسوريا وهو الأمر الذي لم تجد إيران حرجا معه في أن يطرح وزير خارجيتها ضريف من بغداد مبادرة لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية العربية وهو ما لم ترد عليه أي من تلك الدول حتى الآن أبعاد التهديدات الإيرانية يدركها قادة الدول العربية وخاصة الخليجية وما تستدعيه من ضرورة العمل للتصدي لهذه السياسات وبلورة موقف عربي موحد لقطع وإيقاف حالة الارتباك الراهنة في التعاطي مع الخطر الإيراني ترجمة نانسي قنقر